الله وبركاته. ازيكم عاملين يا. يا رب تكونوا كويسين وبخير يا سعد الله. اوقاتكم حبايق قلبي بكل خير. معانا استخار ربيع القرآن الكريم لموليد بورد الجدي. صلي على النبي عليها فالصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك. وانت خير المبشرين كلها. موليد بورد الجدي. انزلوا فيها التعليقات. صلوا على الحبيب المصطفى عليها فضل الصلاة والسلام. وفضلا وليس امر الادعم الفيديو باللايك اخواتنا في الله. اللهم صدي على سيدنا محمد الفاتح لم اغلق. بسم الله. سورة الحديد. اللهم صلي وسلب وزيد وبارك على سيدنا محمد. وعلى آل بيته الطيبون الطاهرون. بسم الله الكاشف. عندك اه في تغير. في تغير اه مسكن. او اه حابب تغير السكن. عندك تغير من مكان لمكان. اه رح تغير المسكن اللي انت فيه. رح تغير المسكن اللي انت فيه. فيه ثلاث مكالمات. ثلاث مكالمات مهمين الفترة دية. ثلاث مكالمات يعني مهمين. اه المكالمات دية ديللك الفترة دية. فيهم يعني اخبار. ارى فيهم اخبار تخص مال وسفر. وحل مشكلة كمان. تخص العمل. او علاقة بالحب. الثلاث مكالمات هم اه دين لك. اه مكالمة تخص المال ومكالمة تخص السفر ومكالمة حل مشكلة معاك. المشكلة دية ممكن نقول تخص العمل او علاقة الحق. في مقابلة هنا اه مقابلة مع الاسرة او اجتماع يعني او اجتماعات اجتماع مع بعضيكم او اجتماع مع بعضيكم. يعني افضل ما تقولش اه الحد. او اه تخليها ما بينكم او ما بين بعضيكم الاسرة هكذا. لان العيان يعني كثيرة. الناس الحسودة اكتر من الناس الحبيبة. ستفادأ. لانك يعني ستفادأ بفرحة قدامك. لانك اه صبرت كتير. اتعبت كتير. استحملت ما لا استحمله احد. استحملت كتير التعب. اللي هكذا المشاكل. حمل على اكتافك. كنت حامل او شال مسئولية لوحدك. يمكن عندك تغير كمان يعني حياتك كله. بالافضل. هذي الاسبوع ده هتتغير كل حدا معاك بازن الله تعالى الفرحة تدخل بيتك وهتردع الامان والفرحة راح تردع لبيتك. يعني من الصعب ان حقك يروح. من الصعب ان حقك يروح. حقك رادع. حقك ديلك. حقك ديلك ورادع لك كل حادي. يعني انت هنا على موعد مع الضحقة. مع من قلبك. هناك يعني شخص اراه يحبك. والشخص دي عايز يوصلك وبيحبك جوي. يعني حصل ما بينكم كلام او مشاكل او هكذا. او هو بعيد دلوقت حاليا بس عايز يوصلك بأي طريقة. احذر يعني ما تخسروش. راح تكتشف كل حادي. انكشاف عندك اسرار. ارى في ظهور اشخاص على حقك جتهد. راح يظهروا. وراح تعرفهم. وهتكون مصدوم فيهم. وهم دلموا بعض المقربين. راح تعرفهم. من الناس اللي ازدك. من الناس اللي بتحاول تزيك. هتعرفهم. هيكتشفوا قدامك. كل حادي راح تكتشف قدامك. وهتعرف واتظهر الناس على حقك جتهدامك. عندك نجاح برضو كبير. في الطريق ليك. عندك نجاح كويس. عندك نجاح اه في العمل او في الدراسة. اه في نداح عندك طاقة نجاح بازن الله تعالى. في رسالة حلوة. رسالة حلوة جوة. هتذيلك. هتفرح قلبك. رغم من ندواك كل الزعل. رغم من ندواك اه حزن كبير. وهموم كثيرة شايلها بقلبك. ربك هو واحده اللي عالم بحالك. وهيفرجها عنك. عن قريب بازن الله تعالى. عن قريب راح تفرق. على الصعيد العطيفة هنا. الغيرة لن تهدد مستكبلك. مع الحبيب. لانك كثير الليونة في تعامله معه. فيه فلوس ديالك. فلوس ديالك. يعني هتذيلك خلاص. هتكون مكافأة اه او اه ربح او حدا زيك كده. عندكم هنا يعني فيه خيار كثير ديالك. هيغير حياتك. فوق ما تتوقع. فوق ما تتوقع. الايام المقبلة ستكون عبارة عن يعني فتح الابواب اللي كنت بتحاول تفتحها. فتح الابواب المغلقة. اللي انت دي بكون بتحاول تفتحها باي طرق. راح تمفتح جدامك. فاستغل كل الفرص اللي تجع امامك. استغل كل الفرص الصح اللي تجع امامك حتى توصل لهدفك. او توصل للطريق اللي انت عايز توصل له. فيه علاقة جديدة كمان. فيه علاقة يعني جديدة دي. حلوة. مع شخص بتشعر معاه. اه بالسعادة. اه وبالراحة. وبالمعنان. فيه تطور علاقتكم للارتباط. رسمي بازن الله تعالى. فيه شخص انا عاوز يستغلك خلي بالك منه. فيه شخص انا عاوز يستغلك في عملك. او اه عاوز يستغلك فحادة كثيرة او يسحب منك مال او يستغلك. خلي بالك منه. حقك رديع لك. حقك رديع لك. عندك طريق سفر. عندك طريق سفر. عندك طريق سفر قدامك. حلوة. السفر كويس. يعني هيكون فيه اصدقاء او سفر لشهول. فيه عندك السفر. عندك هنا. اللي انت زعلان عليها. انت زعلان على حد. اه يعني حد زعلان عليها. او اه حد مزدون. اه حد يعني عنده سيدن. او مزدون او مريض او اه تعبان. انت زعلان. عندك طاقة زعل كبيرة. عندك طاقة زعل كبيرة. عندك طاقة زعل كبيرة. ربنا يشفيه وهيخرض من المحنة اللي هو فيها بازن الله تعالى. عندك هنا لديك يعني بشرتين حلوين احلى واجم الموضوع. هيفرحوا قلبك. وهيرد روحك اه تاني من اول وجديد. الاولي. الاولي. الاولي يعني بعد سبعة ايام. بعد سبعة ايام بيزن الله تعالى. والتاني بعد تسعة ايام. ممكن تسع سبع ساعات او سبع ايام. هكذا لدينا قدامك سبع خطوات وتسع خطوات. لديكم يعني هنا اموال قادمة. وتعوضات لديك في رفحة لمكانة عالية. المكانة دي عالية. يعني في عملك. ورجوع السقة بنفسك. في تركية او عمل انت مجدمه على وظيفة او في زيادة ربح من العمل. في حالة دي تخص العمل ديالا. يعني اراكم هنا. بس انتم هنا يعني غير متهمين. ما مهتمينش بصحتكم. الفترة دي. يعني الفترة دي مهتمينش بصحتكم. اه حاول تستهم بصحتك. هكذا. عندك هنا برضو انت تسمح ناس. تسمح الناس دي. الناس دي مع انها ظلبتك. بس حقك هيكون ردع لك. فانت يعني يعني اراك هنا تسمحه. لانك خلاص يعني ما بقتش يعني محتادهم ولا بقتش شيء. لانك يعني مشيت في طريقك. ومجيتش تبص الوراق. خلاص تركته. عندك هنا ورضو يعني هناك يعني بعض الاشخاص بتحجد عليك. بتحجد عليك. وتتمنى ليكم الضرر والازي. تتمنى ليكم الضرر والازي. الناس دي. عرضوكم يعني لا تسكوا اه ولا تخلوا دائرة معرفتكم تتسع. كما كن اه بلاش كل اللي في قلبك يكون على السانة. هناك من يضحك في وجهك. يضحك في وجهك. ولكن هو يتمنى ليك الخراب. يتمنى ليك الحزن. يتمنى ياخذ النعمة اللي معاك. يتمنى ياخذ كل حدا منك. هو اللي يكون احسن منك. وراك برضو ماشي في طريق. انت. الطريق او انت. الطريق دي صحيح. الطريق دي ماشي فيه. طي ماشي في طريق صحيح. ربنا هيسخر لك ناس. هتسبب لك الفرحة لك. وهتعرف يعني وهتعرف ان طريقك صحيح. وكمان هتتعرف على اشخاص جديدة. هتخليك في ارتياح مع نوة ونفسي جديد. عندك هنا اللهم اصدق على سيدنا محمد. فيه اختلافات ما بينكم. في اختلافات ما بينكم وبين الحبيب او اختلافات ما بينكم وبين حد عزيز على قلبك او صديق. حاول يعني تحلوها لاختلافات داي. حاول تفرح اللغة. عندكم هنا رجوع من شخص. رجوع. شخص دي نادم على فراق. ندمان. بعد فترة طويلة من الانقطاع. وحابب يعني اراه يبدأ معكم علاقة جديدة. او حابوا يبدأ معكم قصة جديدة او حياء جديدة. هذا الكراءة احبابي في الله اه عامة. خذ اللي طابق عليك وآآ آآ اللي طابق اللي مش طابق عليك سيبوا ليه للاخر. بس فضلا وليس امرا ادعم الفيديو بلايك احبابي في الله. بسم الله. عندك هنا اكتشاف يعني اسرار. وفتح كلام قديم. وعلى الظهور هنا تظهر قدامك حقائق. هي في مصلحتك انت. على فكرة يعني هي في مصلحتك. وهذه الامور آآ الفترة دية هتحصل. هتظهر قدامك. هتكتشف اسرار. والكلام هيتفتح قدامك. الكلام دي كان قديم يعني. وهيتفتح ليم دي. في عندك هنا آآ فترة انتقالية. يعني آآ فترة انتقالية بتمر بها. تخص حياتك. يعني ومحتادك يعني آآ ومحتاد منك الهدوء. وعدم التعامل الكثير مع الناس. يعني الهدوء حكم عجلك وهكذا وتعامل بهدوء وصح. في عندك استمرار هنا. في آآ تساقط او عندك. عندك استمرار في تساقط الشعر. وآآ واجع اسفل الظهر. وتعب. وخنقق وضيق وصدا. وعندكم يا وردو احلام بالحيوانات. او آآ احلام بيسعبين. او افاعي. عندك في المناع برضو انت شفت اللي سحرك. او شفتي اللي سحرك. شفتي اللي اذاكي. رأتيه في المناع. منكم برضو ما الرأى اللي سحره او اذاك. او اللي بيسجيه السحر. في سحر عندك. سحر. السحر ده هو اللي يعمل هكذا. بس هتنتصر. عندك انتصر على الظالم. هتنتصر عليه. ربنا هيبليه باللي خليه ينساك. عندك رجوع حق ليك. في منكم برضو هنا انفصال من علاقة مؤزية. علاقة مؤزية هتنفصل منها. وربنا هيعوضك خير صدقني. هتلاقي الخير دي دي لك. دي لك. الخير دي لك بإذن الله تعالي. انا راكنا برضو بدأت يعني تتعامل بهدوء مع مشكلة. مشكلة عائلية. وتردع عن تفكيرك الزائد وتركها لله تنحل. هتنحل. هتنحل بإذن الله تعالي. عندك المشكلة دي يعني ما بين الاهل او ما بين القرائب. يعني هتنحل الأمور دي. هتنحل بإذن الله تعالي. بس حق يعني عاجلة بقولني. انت عارف ايه مشكلتك. يعني انت عارف ايه مشكلتك. انت يعني محتاج حد يراه برضو يعني حد يحس بيك. قبل ما يعني يحبك. وبرضو يعني قسرت جلبك دي. يعني راعي انت كاردو انت محتاج حد يهتم بيك. او بأدك تفاصيلك ويرعاك. يعني انك يعني شخصية بتتأثر بسرعة. وممكن يعني كلمة تخليك في سبع سبع. وكلمة تخليك في سبع ارض. محتاج شخص يعني يتعامل معاك بصدق. اه شخص يعرف اه نط ضعفك ويقويك مش يستغلك. يعني محتاج حد يكمل معاك. اه مش يعني يد عليك. يرعى معك كلامك يكون معاك اه ويدي معاك يحل معاك العصبية والضيقة ويفهم. يفهم ايه خاف من ايه? او وجعك ايه? او حزنك ايه شخص يحترمك ويصونك في غيابك او هكزة او في حضورك. يعني محتاج حد يفهمك. افهم ضحتك. افهم كل حد عندك. يعني اراك برضو انت مش محتاج الكلام يعني بس محتاج حد ايه يكون معاك كويس. عندك يعني بشرة برضو. عندك بشرة وقضاء حادي. هو خبر حلو. الخبر انت مستنيه. انت وانتظره. اه الخبر يكون نجاح او وظيفة او اه بشرة بازد الله تعالى. قد ما قدامك خلاص. يعني عندك هتزداد حالة التفاؤل بطريقة ملحوظة. يعني هتحصد السمار عمل السابق. هتحصد السمار هتحصد كله. بازن الله تعالى. وهتفرح وتكتب بداية جديدة فيها الفرحة فيها السعادة. تفتحه قدامك الابواب في انفراجات رائعة. وعندك تغيرات كثيرة في حياتك. يعني عندك طريق سفر. طريق سفر غير متوكع. وقادم لك. عندك طريق سفر غير متوكع يعني وقادم لك بازن الله تعالى. استعد للفرحة والمفاجآت راح يطرب بابكم الحص. يعني عندكم في ارض بيتكم فيها الفرحة. في عندكم يعني خطوبة او بشق فرحة بمولود او زواد او ارتباط ليك او ليك او الابنك او الاختك في ارتباط وفرحة في ارض بيتكم. عندك غلق واضح في ملامحك ووشك بس يعني نسابك يعني بكسرة التغيرات اللي حصلت حواليك او المشاكل او الكلام اللي اسمعته. اترك الامور وبلاش التفكير الكثير. بلاش التفكير الكثير اسيب الناس في حالة. عندك اه بتتفاجأ برزق دايلك. يعني مشروع دخلت فيه او اه في رزق دايلك خير متوقع ومال. يعني عندك مشروع انت دخل فيه او اه مقدم على وظيفة او مقدم على مال لان في مال دايلك. عندك هنا مقابلة او لقاء او مكالمة هاتفية مع الحبيب. يعني انا عرف في توضيح ما بينكم. امور عتاب ما بينكم. في امور عتاب او اه توضيح كلام او تفسير كلام. يعني ما بينكم عتاب او توضيح امور. وصلح. في صلح ما بينكم. في فعل خير انت عملته يعني اه عملته. رد فعل الخير دي كبير لي كنت. ما كنتش متوقع. ما كنتش متوقع. خلال يعني ايام. خلال ايام. الغيرة والحسد يعني دولة يعني اه الغيرة والحسد من حد قريب. الغيرة والحسد والساحب دل سحركو من حد قريب منكم. يعني تجنب يعني الحديث او المكالمات مع الناس دي. في حادة مفقودة منكم. رايحة منكم. لان اراك يعني اه هتحصر عليها. هذا دي مهمة. كنت فقدتها من فترة. كنت فقدتها الحادة دي. رح تحصر عليه و رح تلاقيه. عندك حد برضو هنا المسدون ده او المريض. يعني المريض يعني قريب ليك او مسدون. رح يشفى بازن الله تعالى. عندك يعني او او ان كان مسدون رح يخرج من السدن اللي هو فيه. لان يعني بتدعيله. زعلان عليها. اه عايز تساعده باي طريق. عايز يطلعه من المحنة اللي هو فيه. ان شاء الله رح يشفى و رح يخرج من ان كان مسدون او هكذا بازن الله تعالى. اكمل في طريقك زي ما انته. ديالك الفرحة. ديالك الوظيفة او ديالك الربح او ديالك السعادة. انت ماشي في الطريق الوظيفة دي او المشروع اللي انت داخل فيه رح يندح بازن الله تعالى. عندك كان برضه انت انتقال اللي اردنا نقول اه انتقال للشراء البيت التديد او انتقال لزودك او انتقال لبيت زودك او انتقال لبيت جديد. لان اراه فيه تاقط انتقالية شراء مسكن او شراء منزل او شراء اه محل ان شاء الله فيه الشراعة تاقط الشراء قريبة بازن الله تعالى. وصلي على الحبيب والمصطفى عليه budd Release والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك. وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابي في الله. يدعم الفيديو باللايك. وان كنت لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة. وتنزلوا في التعليقات. تصلوا على الحبيب المصطفى بنية الفرق. وان كنت بتعاني من السحر او من مسء او من تعطيل او من تابع الرقم امامكم اللي حابب يشرفنا في التواصل يتواصل معنا. وكل الاندات داخل القناة منزلها من قبل.